هناك ثلاثة عوامل لا بد أن تقضي عليها العامل الأول هو الميليشيات والثاني الصواريخ إيران الباليستية والثالث النووي لكن أهم أمر عند إسرائيل لا بد أن تقضي عليه وهو هدف استراتيجي وكبير هو المنشآت النووي المشروع النووي، البرنامج النووي الإيراني فلا هذا لا يمكن أن إسرائيل تقضي على البرنامج النووي وأيضا تحفظ أو تضمن لا يأتي رد من إيران لا بد أن تدمر الميليشيات الإيرانية في المنطقة وتدمر غدرات إيران الصاروخية حتى تستطيع أن تدمر المنشآت النووية بدون أي إشكاليات أو بدون أي ردود فعل من النظام الإيراني ردا عن استخدام المنشآت أنا أعتقد المنشآت هو أكبر هدف استراتيجي لإسرائيل ليس فقط إسرائيل، أنا أعتقد جازما بأنه ما تقوم في إسرائيل هو ليس مشروع إسرائيلي وهو ليس حرب إسرائيل وحدها في المنطقة بل هي إسرائيل هي الواجهة المشروع القربي لماذا؟ لأن أعتقد أنه سياسة ردع إيران أو سياسة احتواء إيران وسياسة تعديل سلوك إيران الذي استمرت طويلاً سنوات طويلة من غبل الولايات المتحدة والقرب من جهة وأيضاً إرغام طهران إلى الاتفاق النووي يعني بات بالفشل الآن بدل ما تكون إيران هي تلعب في الملعب الغربي وتخدم مصالح القرب كما كان مرسوم لها يعني نعرف جيداً إيران كدولة وإيران كنظام تم تأسيسها من غبل القرب لخدمة مصالح القرب الآن حاولت الدول الغربية أن تحتوي طهران ويكون في مكان صحيح لكن طهران ذهبت بعيداً وبدأت تتمادى وتلحق الضرار بالمصالح القربية من خلال يعني البرام اتفاقيات استراتيجية مع روسيا ومع الصين من جهة وأيضاً الاستمرار بمشروعات توسعي وتشكيل الخطر على إسرائيل من جهة وعلى القرب من خلال يعني وصولها إلى الغنابل النووية وسيطرتها على سيد حسن حضرتك قلت قبل قليل بأن ما يحصل هو مشروع غربي قد تتبنىه لربما الولايات المتحدة الأمريكية وهو ليس مشروعاً إسرائيلياً لكن بالمقابل كان آخر تصريح لبايدن نصح فيه إسرائيل بعدم الهجوم أو ضرب المفاعل النووية الإيرانية هنا كيف على بايدن أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ ضمانات من إسرائيل بعدم ضربها للمفاعل النووية إذا كانت فعلاً الولايات المتحدة الأمريكية تنوي ذلك؟ طبعاً هناك تصريحات وهناك أفعال على الأرض نعرف كل تصريحات الأمريكية خلال سنة في حرب على قزة كانت خاصة في الأشهر الأخيرة كانت أن أمريكا من دعاة السلام ومن دعاة وقف اطلاق النار ومن دعاة كثير من هذا الكلام الدبلوماسي الجيد والضغط على إسرائيل لكن على أمر الواقع الأمر مختلف دعم إسرائيل بعسكرياً وسياسياً وفي كل المحافل فتح مخازن السلاح الأمريكي إلى إسرائيل حتى قبل أسبوعين أعطت لأمريكا 8.7 مليار دولار لمساعدات عسكرية لإسرائيل كل هذا يؤشر أن أمريكا تتحدث شيء ولكن تفعل شيء آخر لو لا يمكن أن أمريكا تترك إسرائيل وحدها في معركة كبيرة مثل مع طهران ولكن لا تريد أن أمريكا تريد أن أسرائيل لا تأتي مرة واحدة أو بالضربة الأولى تضرب المنشآت دون ضمان أنه لا يأتي رد من قبل طهران لذلك لا بد أن تضعيف إيران في البداية تكسر أدرع إيران في المنطقة الميليشيات وتضرب غدراتها الصاروخية وبالتالي يسهل الأمر على إسرائيل أن تدمر المنشآت أو إيران تستسلمها عندما وتخضع لأمر الواقع وكل شروط الولايات المتعدة الميكية لذلك أنا أعتقد أنه كما قلت مشروع غربي والآن الوقت أصبح متأخرا الآن لأول مرة أنه إيران وزير خارجته في هذا الضغط الصعب يذهب إلى لبنان ويذهب إلى روسيا ومن هناك يطالب وقت مطلاق النار هذا نتيجة ضعف وخوف إيران من القادم